أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم الحكومة قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة من الجنب الإماراتي مشيرا إلى وصول مبلغ 14 مليار دولار بما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية أضاف مدبولي أن مصر بدأت بتعاون مع الجنب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري وفقا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات يتي ذلك فيما أكد مدبولي خلال الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية تأثير بصورة جيدة جدا لافتا إلى تواصله بشكل دوري ومستمر مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله فضلا عن الثقة الكبيرة من المصريين في الخارج والتي ترجمتها زيادة التحويلات بصورة مطردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر